اشتركوا في القناة السرعة التقريب التفريق رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء 14-6 لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر اليوم موجود في برج القوس وفي ساعة المساء المتأخر في عنا كل مسار لتجهيز لانتقال القمر لبرج الجدي بما ان القمر موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج منجد الناس اكثر مرحا مشاط عالي جدا مننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة هاي افضل فترة لاقتراض مال دراسة لغة جديدة استمتع بهواي ماء تجربة الحظ التخطيط لرحلة ماء او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مؤثرة طبعا لعنا زاويتين او في زاويتين انتهى تأثيراتهم الزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون طبعا حكينا انه تأثيراتها هاي لغاية يوم 26 بتجعل بعض الاشخاص يعيشوا في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتدل على عدم الاستقرار على المستوى السياسي في حكومة ماء مشاكل في القطاع البحري ربما غرق بعض السفن او البواخر في ازداد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة او المعارضة للحكومة او التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات وطفونات وربما يكون هناك تسرب للغاز او حوادث تسمم جماعية وكذلك ارتفاع النفط او اسعار النفط اهم نقطة انه ديروا بالك من الوسواس بالفترة هاي والاوهام والخيال والاحلام اللي ما لها اي تفسير بس مجرد كوابيس اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث ايجابية بين الشمس وبين زحل وهاي تاثيراتها برضو مستمرة لغاية يوم عشرين ستة هاي الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل في عنا اول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة 11.51 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية بما انه تقابل معناته بالدل على اكتمال القمر يعني القمر بده يصير بدر في هذا الوقت هذا الاتصال طبعا هو سلبي يعني بعض طاقة سلبية بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 2.37 دقيقة عصرا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية طبعا بالنسبة للزاوية كلها هاي اللي ذكرناها تاثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء اما بالنسبة للزاوية الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة 2.57 دقيقة عصرا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين يعني اي شخص عنده طاقة سلبية بيجي يشكيلك شيء او يشرح لك شيء عادي جدا بشحنك بطاقة سلبية وبدمر نفسيتك وبخليك محبط بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي بيبدأ في تمام الساعة 2.57 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام ساعة 10.13 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني ان هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او قطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10.13 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بنتقل القمر لبرج الجدي بتبدأ تأثيرات برج الجدي علينا من ساعة المساء المتخأخرة فمنلاقي انه منعود لطبيعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر برضو بهاي الفترة بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفة اثرية او البدء بحمية او شراء تأمين او تجديد عقد تأمين او عمل تأمين بهاي الفترة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي ما زالت مسيطر عليها الحساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية ونبعد عن العمليات الجراحية اللي بتتعلق فيها اللي هي الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا هو اجمالا اليوم لانه اكتمال قمر فاحنا ما مننصح بالعمليات الجراحية الكبيرة اللي في مجال انك تأجلها اما اذا ما بتقدر تأجلها فهذا طبعا هيك بصير الامر يعني مش بيدنا ولكن احنا مننصح عملية التأجيل او الابتعاد عن العمليات الكبرى في فترة اكتمال القمر عساس انه ما يصيرش نزف او بعض المضاعفات اللي الها علاقة بالجروح بالنسبة لعمليات التجميل برضو بهاي الفترة ما مننصح فيها لانه خلاف انه اكتمال القمر برضو الزهرة منتحسة بدرجة عالية جدا وهذا الشيء بيضعفها وانتحاسة الزهرة مستمرة لغاية يوم عشرين الشهر فعشان هيك من هون لعشرين الشهر انا ما بنصح بالعمليات التجميلية الجراحية لكن مثل الحقن او تنظيف البشرة او الامور هاي فهاي امور عادية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يصلح لازالة الشعر الزائد ولكن ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما يختص بامور الحجامة طبعا الحجامة هي تصلح يوم الثلاثاء الاربعاء الخميس زي ما ذكرنا ولكن في احد المتابعين بعث لي حديث نبوي شريف على رسول عليه افضل الصلوات والسلام عليه وعلى آله طبعا ما تحققت لسا من الحديث انا من صحته تدعيمه بنوده هل يؤخذ فيه ما يؤخذ فيه هل عورض او ما عورض ولكن احنا فلكيا قلنا انها هاي الايام المناسبة للحجامة الحديث بقول انه يوم الاربعاء لا يصلح للحجامة او منهي عن عمل الحجامة فيه ما بعرف من دقة الحديث للحلقة القادمة لا اتأكد من هذا الموضوع ولكن انه يعني يوم الثلاثاء والخميس معناته تقدروا تعملوا حجامة اذا بدكوا تستثنوا وتبتعدوا عن الشبهات اتباعا للسنة فاستثنوا يوم الاربعاء بس انا فلكيا بقول هاي الايام المناسبة بما انه القمر موجود رح ينتقل لبرج الجدي معناته خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس 16.6 في تمام الساعة 6 واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعديها في برج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر فعمر القمر زي ما حكينا هو القمر المكتمل بدر 15 يوم في تمام الساعة 6 واربعين دقيقة مساء بيصبح 16 يوم نسبة الاضاءة بتصير 100% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21.6 منتحس اليوم بنسبة 10% القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي ورح يمكث في الجدي لغاية يوم الخميس 16.6 بيصير القمر بيظل القمر موجود في برج الجدي طبعا هو الان سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات الظهر بتنزل السعادة لسعودة القمر لنسبة 10% بتضل 10% لغاية ساعات المساء ولكن في ساعات المساء عند غروب الشمس بتحول لنحيس او منتحس بنسبة 25% بالنسبة لعطارد في الثور انتقل هو للجوزاء وذكرنا في حلقة تفصيلية كاملة عن الانتقال وتأثيره على جميع الابراج رح يمكث في الجوزاء لغاية يوم 5.7 سعيد بنسبة 15% الظهرة في الثور حتى يوم 23.6 هي منتحس الان بنسبة 50% وفي ساعات الصباح بتنزل لغاية 40% منتحسة المريخ في الحمل حتى يوم 5.7 سعيد بنسبة 70% المشتري في الحمل حتى يوم 28.7 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23.10 منتحس بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 24.8 بعدين بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28.6 بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد الان بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ما زالت النشاط عالي جدا بالنسبة لأمور اللي إلها علاقة بالدراسة بالسفر للاتصالات البعيدة التعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو قدوم أحد المسافرين أو عودته أو الاهتمام بأمور الفلسفة أو الأمور الدينية بتشعروا بقوة العاطفة وبتشعروا بتجاوب أحبائكم معكم بهاي الفترة ممكن الخروج في رحلة أو تغيير جو أو التنقلات اللي بيروجوا لأعمالهم أو بيشتغلوا في مجال استراد والتصدير برضو رح يستفيدوا في أشخاص من موليد برج الحمل اليوم ممكن يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها وبكون عندهم نجاح وحض في حياتهم العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز كله على الأموال المشتركة زي يوم أمس اليوم القدرة أكبر على تنظيم الأمور المالية المشتركة الفرصة برضو بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع سارعوا في تهدية الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير بتطلق مساعدة أو تعاطف وعليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي طبعا ممكن يكون في بعض الاهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أو أمور لها علاقة بضريبة أو تأمين أو بنك أو أمور مالية كقروض برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم زي ما حكينا لما القمر بكون موجود مقابل البرج بعطيه إيجابية وبعطيه سلبية في نفس اللحظة الإيجابية اللي بتكون خلال هذا اليوم تعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطف يعني تعزيز العلاقة ما بينكم وبين شركاكم أو أزواجكم ممكن مصالحة تراجع عن قرارات سابقة أو اتفاق على عمل مشترك وهذه الفترة سلبيتها إنها بتكون ضاغطة وطاقة الشخص بتكون ضعيفة فما بينفعك سواء الصبر والمرونة وممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا اليوم ما عليك إلا إنك تضبط أعصابك وما تكبر الأمور برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل متراكم لأنه القمر في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وبالصحة دون المبالغة في ذلك يعني بمعنى آخر بتكون تنتبهوا لأعمالكم حاولوا إنكم ما تشتغلوا عملين في نفس الوقت إنجز العمل اللي بين إيديك حتى لو اضطرت إنك تشتغل على مراحل لا أعساس إنك ما ترهك نفسك وما تتعب صحتك بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم حاضروا من الجدال مع المعاونين أو زملائكم بالعمل ما تهملوا صحتكم أهم شيء وحاولوا إنكم ما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتم للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الخامس اللي هو بيت الحظ بيت العاطفي بيت الحب بيت الهوايات فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا أحبائكم المقصود فيها الحب العاطفي والمقصود فيها أبنائكم والمقصود أفراد العائلة يعني أحباكم بالمجمل فما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ممكن تهتم بأحد الأبناء أو دراسة أحد الأبناء خلال هذا اليوم بتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتبار أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك تصحح الأخطاء وتتراجع عن قرارات سابقة سببت الإزعج برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا القمر موجود في بيت البيت بيت العائلة اليوم برضو أكثر نشاطا عائليا بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول مسألة عائلية أو حدث عائلي أو شيء بيتعلق بالعائلة أو بالمنزل ممكن مشاكل شخصية أو ممكن بعض الأعطال أهم مش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء إجمالا لأن القمر ضعيف شوي بطاقته ونسبة النحوسة عالية فالعدائي والتوتر بالأجواء موجودة بدك تتراعي برضو وضعك أو وضع أحد أفراد العائلة صحيا مرج الميزان بالنسبة للطاقة عند موليد برج الميزان طبعا اليوم في أوجها أفضل من يوم أمس لأن القمر صار في البيت الثالث بكامل طاقته فبتنشطه في أمور السفر والاتصالات والتنقلات والإلكترونيات والسيارات هاي أهم المحور والأمور اللي إلها علاقة بالإخوة والجيران فهاي فترة برضو مناسبة لإجتياز امتحان اللي بقدمه امتحان اليوم اليوم مناسب جداً وداعم لإلكم وبتدعمكم الحظوظ وبتكون جري في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن اليوم يحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتاهي القدراته برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً القمر في بيت المال شوية اليوم التركيز أكثر على الأمور المالية ممكن مصاريف أو ترتيب وضع مالي أو عليك التزامات فواتير ولكن اليوم رغم هذا كله بيحمل فرص لمكسب مالي ابتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم من الزوج ممكن ولكن بتكون تحذروا من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين بصرف الأموال اليوم رح تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات يعني بنصحك أنك يعني تكون دقيق فيها شوي ما تتسرع باتخاذ القرارات رغم منها هاي فترة شوي إيجابية ولكن يعني ممكن تتحقق من خلالها ربح ولكن أنا شايف المصاريف أكثر برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة طاقتكم عالية جدا اليوم مع نوياتكم مرتفعة بيعمكم النشاط بشكل كبير وبإمكانكم اليوم تبادروا لقطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم أنكم تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن تتحققوا اليوم نجاح باهر الأجواء جيدة على جميع المستويات يعني كان نشاط جسدي أو فكري أو عاطفي أو مالي فبدأت مرحلة جديدة بالنسبة للكم ابتدعمكم فلازم تستغلوا هاي الفترة برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء المتأخرة فعشان هي كذا اليوم برضو بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم أما تبالغوا في إنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة حاول أنك تعمل بشكل روتيني أعمالك الروتينية اليومية العادية بدون ما تتخذ طرارات أو تبادر بشيء جديد لأنه اليوم راح تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم إشي زي ما حكينا أنك ما تحسب أي أمر لأنها الفترة هاي سلبية ومخيبة بالأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها طبعا ممكن يتعطل شيء عندك أو يلتغى موعد بشكل فجائي في ساعة المساء المتأخرة الأجواء بتصير أفضل لأنه القمر راح ينتقل لعندك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية وصدقاتكم اليوم بإمكانكم تعززوا صداقة جديدة أو بداية صداقة جديدة أو تتعاونوا ما بينكم بين أصدقائكم ومعارفكم الاجتماعيين منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل اليوم بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح مفاجئة بعض الموليد برج الدلو بيفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبهم أو لقاء مفاجئ بهذول الأشخاص وبتخف الضغوط تدريجيا خلال ساعات النهار وبيطمعن بالكم ولكن المشكلة في ساعات المساء المتأخرة القمر رح يوصل للجدي اللي هو بيت متاعبكم فبتجد أن الحضوض بدأت تتلاشى شيئا فشيئا برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا ما زالت الأجواء جيدة وخصوصا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اللي بيعملوا بينجحوا في الدفع بمصالحهم باتجاه عملهم الأهم أنه اليوم بيقدروا يحافظوا على سمعتهم بشكل أكثر وبتقدروا تحافظوا برضو على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تمسك عصابك ما تداعي للإنفعال ولا للتوتر ولا للعصبية ولا لمخالفة القوانين ولا للمغامرات واحرص على استقرارك عشان هيك برضو اليوم بدك تتجنب الخلافات والملجازفات الشائكة واحرص على لجمها وخصوصا إذا شعرت ببدايتها يعني إذا حسيت أنه في مشكلة بدأت تصير ضبط الأعصاب هو أول شيء لازم يصير تبتعد عن الأجواء المشحونة والسلبية والعصبية في ساعات المساء الأجواء تصير داعمة لإلك على مستوى الصداقة والمعارف والعلاقات الاجتماعية فمنك رح يهتم بمناسبة عائلية أو اجتماعية خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء